الأيام اللي فاتت كلنا شفنا وتابعنا سيادة الرئيس عبد الفتاح سيسي هو بيفتتح مصنع الرمال السوداء أو مجمع مصنع الرمال السوداء في البرولوس في كفر الشيخ هذا المشروع الواعد اللي شاد بيء العالم كله بيعتبر كنز اقتصادي المصر وده لإيه الاحتواء على ثروات معدنية طبيعية اقتصادية جاذبة للاستثمار عشان كده في دراسة علمية أعدها الدكتور أحمد سلطان الخبير المشارك بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بيتكلم فيها عن مشروع الرمال السوداء وعن أهمية هذا المشروع وكيفية تعظيم الاستفادة منه هم نورنا فيه الأستود الصباح الخير عليك يا دكتور صباح نور على حضرتك وعلى السيدة المشاهدين وليس شرفكم متوجد مع حضرتك النهار يا أهلا بيك يا فاند في البداية حدك عامل دراسة عن هذا المشروع عايزين نعرف إيه السبب اللي خلاجت تعمل دراسة عن هذا المشروع ويعني أسرت إيه بالضبط في هذه الدراسة هو حضرتك الدراسة كانت عبارة عن ثلاث فصول الفصل الأول كان تحت عنوان الرمال السوداء القوى النعمة المصريية الجديدة تمام والجزء الثاني كان هي كنز الأسود المدفون الثالث وكانت طبعا بين الرمال السوداء بين الإهمال والنجاح والإنتاج حلمهم تأخر 90 عام ليه حضرتك الدراسة احنا في جزئتين مهمين جدا أو تنين محور ممكن يعني السبب الرئيسي يعني أولا الأهمية الاستراتيجية للرمال السوداء تدخل في جميع الصناعات هنتكلم عليها برضو في سياك الكلام إن شاء الله الحاجة الثانية الاحتياطات اللي مصر بتتمتع بها مصر بتتمتع بأحتياطات كبيرة جدا في المال السوداء وجزء ثالث كمان هو الطلب العالمي أو الوضع العالمي تلوقتي في الانتغارات العامية اللي بتحصل خرارات الابتصادات كلها بتتغير فمصر قادرة على أنها تكون أو تغير خريطة التوزيع كمان وانتغير التوزيع في العالم فده اللي خلنا إن احنا نعمل حاجة زي كده إن احنا فيه توصيات برضو توصيات طلعت إن احنا إزاي نستفاد من هذه الصرورة الموجودة المصرية طيب دكتور أحمد هي إيه السبب في تكوين هذه الرمال السوداء وهل ممكن نكتشف مناطق جديدة الفترة اللي جاية هؤل الله حضر لك حاجة يعني والستاذ المشاهدين طبعا خلنا نوضح بسهولة وبسطة هي الرمال السوداء هي رمال شطائية بتأتي من ملابع النيل وبتترقم على الشواطق ليه خلت اللون الأسود أو ليه خلت اللون الداكن ده ده عشان بتاحتوها عن معادن الاتصادية التقيل فهي اللي خليها تضغي بالنسبة للوضع في مصر احنا عندنا احتياطي حوالي واحد وثلاثة مليار متر مكعب ده بتتواجد في 11 موقع من إتكو لحد رفح في العريش على طول 400 كم في 11 موقع الأهمية للمشروع ده جل في الجنوب في برنيسو هي بتوجد من إتكو الإتكو لحد إنها طبعا بيبقى بتختلف من حسب المنخفض أو ارتفاع المنطقة اللي بيوجد فيها وبرضو لعوامل بعض العوامل المناخية فإحنا عندنا في مصر حاليا 11 موقع 11 موقع اللي اللي حصل اليوم دارب عشيات تفتتحوا ده موقع واحد من 11 موقع فده تيجي الأهمية الاقتصادية إن إحنا فعلا عندنا صروة صروة أو استراتيجية كبيرة جدا من الرمان السوداء طيب الاحتياطي في هذه المنطقة دي في الجنوب حضراك الاحتياطي هو من 200 ل 300 مليون متر مكعب إحنا عندنا واحد و 3 من 10 مليار متر مكعب متأسمة على أربع مواقع منطقة رشيد في محافظة البحيرة 600 مليون حوالي 600 مليون متر مكعب من الرمان السوداء منطقة ضمياط في محافظة ضمياط حوالي 300 مليون متر مكعب من الرمان السوداء طبعا البروروس وبلطيم في كفر الشيخ من حوالي 200 ل 300 مليون متر مكعب ورفح العريش في شمال سيناء حوالي 200 مليون متر مكعب في الجزء بتاع منطقة كفر الشيخ حنا من حوالي 200 ل 300 مليون متر مكعب وعايز برض أقول لحضاك حاجة أن الرمان السوداء المصرية بيتمتاز بحاجة بيتمتاز بأن التركيز للمعادن التقيلة بيبقى نسبته من حوالي من 3.5 لحوالي 8% فطبعا دي نسبة كبيرة منطقة البوروروس بزياد بيوصل فيها الرقم لحوالي 8% فطبعا طبعا تركيز عالي ا собой الكنز الستراتيجي فيها هى احتوقها على المعادن بيتمتاز في صناعات كتيرية منتحدث بها طيب ده جميل جدا أم يحضرide 71 مخرى بتدخل في صناعات إيه؟ عشان الناس تكون عارفة أي طبيعة المعادن وهل بنصنع هنا في مصر أم احضرها في كل الصناعات امدددخل في السراميك امددخل في القياد دة خلدف أكل السيارات أمدخل في هاكل الطيارات دخلها في كل حاجة يعني موجودة احنا عايز اقول لحضرحك حاجة للسيدة المشاهدين ان احنا الرمال دي احنا كنا بتتباع ببلاش في ظل ان اقول لك رقم في 2015 بتتباع بتتباع لمين بتتسرق سيد اه ومس بتبني بيها ساعات اه كله كان قبل 2014 كانت للبناء ما كانش لها الزخم اللي موجود دلوقتي بعد ان الدولة بدأت تهتم بيها من بعد 2016 فطبعا بتخش في صناعات كتير جدا فا احنا كنا بنصدر او ما كنا الحاجات دي بتتسرق فبتتباع بره بحوالي الحاجات برضو يعني حاجات البعض دلال وحاجات رخيصة جدا وبنتجع نستورد هذه المعادن بملايين دلال اعايز اقول لحك رقم بسيط جدا الزخم نزل ده كان في الطن في 2015 كان حاجة طبنوق الدلال فبتباع بره بطبنوق الدلال احنا كنا باتباع بلاش ما كانش حاد يعرف هذه ما كانش حاد مهتم ببين ولو برضو هنتكلم على الشك التاريخي زي ما حضرتك يعني ذكرت إيه اللي خلى الواحد برضو يعمل الدراسة البحث العلمي عن مثلا قايم على ضرورة استحضار الماضي لاستشراف المستقبل والطاقة عن مثلا موضوع الطاقة بشقايها الطاقة التقليدية والطاقة المتقددة دايما الأرقام والتاريخ ان الناس بتقف قدام الأرقام والتاريخ عاجزة على الكلام احنا في البعد السيادة رأس مفتتح المشروع اسمعنا كلام كالعادة انت كنت فيه كنت فيه دي هو الله حضرك حاجة يعني المشروع بالضبط أو الرمال السوداء من 1939 فمن 1930 انت عندك حاجة بتتسرق ومحاولات فشلت لأسباب سببين ممكن نتكلم عليه أي صروة الدينية بتحتاج حاجتين بتحتاج تكنولوجيا ولازم الدولة تكون موجبة للتكنولوجيا دي ليه ان حجم الاستثمارات وحجم الامكانات اللي بتاعنا عايزينها عشان نقدر نستخرج ونستخلص المعادن دي دي حضرك بتحتاج تكلفة عالية جدا التكلفة العالية دي التكنولوجيا بتقلل التكلفة في حنا وقتها كنا في التلتينيات وكانش في التكنولوجيا اللي هي احنا وصلنا لها دي الوقت الحاجة التانية والأهم اللي احنا كنا بنفتقدها قبل طبعا احنا مش يعني من 2010-2014 ما كانش في دولة خلينا نتكلم يعني بالزبط 2010 كان لحد 2014 بالتحديد ما كانش في دولة كان في دولة ولكن دولة كانت شبه صراعات وشبه مفهوم الوضع كان عامل زي في الفترة احنا كنا هنتكلم من الفترة من 1930 لحد الفترة 2010 دي حضرك محاولات كتير جدا ولكنها جامعة بقت بالفشل بقت بالفشل ليه؟ لانها لم يكون تواجد لارادة سياسية واضحة في استغلال تلك الرمال السوداء ليه ارادة سياسية؟ ان دايما النظرة للمشروعات كانت في السابق انها نظرة ان هي جيب فلوس ولكن بعد 2014 النظرة المصرية تغيرت لهذه المشروعات وبقت مشروعات قومية بينعكس اثارها على انها بتخلق قيمة مضافة وبعد القيمة المضافة ده حدك بقلل فطورة الاستراد للدولة زياد ان احنا بتساعد على رفع النمو معدلات النمو وكمان عندك توطين الصناعة المحلية يعني دايما انت سيطر ريس بتكلم على توطين الصناعة المحلية توطين الصناعة المحلية بقلل التكلفة بدل ما نستورد مواد خام للصناعة او احنا التصنيع المحلي فعلا هو 90% من يعني نفهم من كده دكتور رحمة ان احنا مع الوقت لا هنستورد المواد الخام او هذه المعادن المنايت والمجنطايت والزركن والحاجة دي مش هنستوردها وكمان مش هنستورد الصناعات اللي بتعتمد على هذه المعادن وهيتم التصنيع في مصر من خلال المعادن اللي احنا بنستخلصها من رمال السوداء اه تمام طبعا بكل تأكيد هو اللي حالك برضو بالارقام ان احنا الارقام دايما يعني هو اي باحث زي ما اطلاق علمي الارقام هي بتبقى قطعة لأي شك في اي حاجة احنا عندنا الاحتياطي من منا بنتكلم طبعا على ايه بنتكلم على موقع من 11 موقع فطبعا يعني شوف حضرتك انا هتكلم لك عبدالكامل احنا بنعمل دوقتي على موقع واحد الموقع ده مجمع قايم على 80 فدان اللي احنا كانت بتكلم فيه 35 فدان اللي هو المصنع فيه 6 مصانع فصل اللي احتياطي للموقع ده الموقع البورولوس او بلطيم البورولوس في كفر الشيخ من 200 ل300 مليون متر مكعب دول هيكفوا مصر لكهدس كم سنة من 16 ل20 سنة ده بس ده 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 الموقع ده ده اول انتاجنا بس ده اول انتاج ده ولو احنا فيه تكنولوجيا ونستغل الموضوع بشكل ودخل بقى زي ما ست الرئيس عمل دعوة في الاخر للاستثمار والجذب الاستثمار الخاص والشركات والقطاع الخاص هيوصل معنا من 25 سنة ل30 سنة يبقى احنا عندنا موقع واحد نتكلم فيه من 16 ل20 سنة ده يعني ده حاجة التانية 50% من انتاج المنطقة دي بس يكفي لتلبية السوق المحلي والخمسين التانية كافية ان احنا نقدر نصدر الخارج طبعا التكلفة بتاعت المشروع 4 مليار جنيه حوالي 233 مليون دولار بدتكلم في القيمة المضافة او في العائدات المتوقعة فوق ال4 مليار دولار ده بنتكلم في موقع واحد شوف حداك لو احنا بنتكلم على 11 موقع مصر تبقى عملها ازاي عايز برضو من موقع واحد من نص انتاجه نحاقل اكتفاء الزيت من نص انتاجه نص انتاجه طبعا احنا محتاجين مجمع مصانع تاني في نفس الموقع ده ولا كده خلاص احنا كده الموقع ده حداك ده 80 فدان فيه 6 مصانع فصل اه فكده الموقع ده مش محتاج عمتا صنوعة الديوان السوداء بتحتاج 3 حاجات يعني 3 محاول رئيسية او 4 محاول رئيسية ان الرامل السوداء نفسها موجودة الحاجة التانية استخراج المعادل الحاجة التالتة فصل المعادل احنا كنا زمان بقى قبل 2010 لو ما كان فيه محاولات كانت بتركز دايما في التالت محاول دول بس بعد 2014 لأ الدولة او الكلاد السياسي رأت لازم خلق كلمة مضافة كلمة مضافة اللي احنا لأ هنصنع مش هنبيع مواد خام بس اللي احنا هنصنع كمان فالتصنيع ده هيقلل فطولة استراض فطبعا دول الاربع محاول فالموقع ده الواحد وزياد الموقع ده زي ما قلت حالك التركيزي المعادل فيه فوق التمليم في المية فده على الفاليو بتاعته الاحتلاط بتاعه بتتكلم في متين لتلتمية مليون متر مكعب من الرمال السوداء الجودة بتاعت الرمال السوداء السوداء في مصر يمكنها الفصل ميكانيكيا بسهولة فتديها جودة اكتر وعايز اقول له حالك معلومة يعني احنا فيه حوالي عربية المعلاق عباس السودية اليمن عمان المغرب ومصر دولي عالميا بتتكلم في البرازيل بتتكلم في استراليا بتتكلم في الهند مصر تمتلك اكبر مخزون استراتيجي من الرمال السوداء على مستوى العالم بتتكلم في واحد وثلاثة من عشر مليون متر مكعب ودي احتياطات مؤكدة في 11 موقع فطبعا لا مصر وده عامل جذب مهمة جدا للمشتثمرين سواء من مصريين أو غير المصريين طبعا وعايز وده اخذك حاجة ان انت عليك خطوة سيادة الرئيس الدولة اخذتها يوم الاربع لها تأثير او مرضود هام جدا ان الخطوة دي هتعمل لحضرتك وهتعمل لمصر جذب استثموك ان الخطوة دي شجعت زي احنا دولتي يقول لحك حاجة في داس كتير جدا ما كانش تغفى عن ايه موضوع الرمال السوداء صحيح خلينا اواقع يعني ما كانش اغفى الرمال السوداء يعني دلوقتي لا احنا حضرك عملنا جذب واتمنى المؤتمر الاقتصادي بكرة ويه المؤتمر الصناعي الاسبوع الجاي اتمنى ويه طبعا الحوار الوطني في جزء الصناع على نفسه مفهوم اتمنى ان يحصل سيشن ازاي جذب استثمارات في تلك الصناعات الاستراتيجية خصوصا ان احنا سهلنا كمان على المستثمر اللي جاي لان كل حاجة بقت موجودة يعني دواسة الجدوى بقت موجودة لهذا المشروع وعرفنا الاحتياطي الموجود في هذا الموقع في هذه المنطقة يكفي قد ايه والمصانع هتكون عاملة ازاي بامكانياتها بكل حاجة احنا عرفنا بالتشغيل كمان لهذه المصانع فكله بقى موجود طبعا وعند حضرك حاجة مهمة رئيس الدولة نفسه كان بفتتح مصنع يعني احنا خدنا ودي دي خطوات فيه حاجة على قد الواقع الحاجة دي لا العالم كله محتاجها وعز اقول له حضرك حاجة في عز الازمات او في الازمات فيه ازم على ما دلوقتي في عز الازمات هو ببان زكاء الدولة نفسها او الدولة نفسها في استغلال تلك الازمات عن طريق استغلال وتنمية المواد الطبيعية بتاعتها الحاجة التانية عايز اقول لحك حاجة ليه الاهمية الاستراتيجية للمشروع ان المعادلة دي عبارة عن مواد خام المواد الخام دي تدخل في طريقات استراتيجية وكمان التواجد بتاعها في الطبيعة او الاحتلاط بتاعها في الطبيعة اقل من الطلب العالمي ده عظيم جدا فانت عندك كنز يجب استغلاجه فعشان كده بقول له حضرك يعني هو اسمه كنز الاسود واسمه برضو ممكن لها رمال المشعة ليه ان بتحتوي على معادل مشعة المعادل المشعة دي ممكن نستخرج منها عناصر ارضية دية بتدخل ليه اقيمة كتبيرة جدا ليه ان بتدخل في الصناعات الدقيقة زي الرقائق مثلا الابترونية طب هل فيه اي اقتورة على العاملين؟ لا لا السيدات دايس قال احنا لازم نقام المشروع نفسه احنا بنأكد برضو بنأكد المعلومة دي ان المشروع قام على ثلاث أبعاد البعض الاجتماعي والبعض الاقتصادي والبعض البيئي بالعكس ده هو المشروع يعتبر من الصناعات الخضراء التي تهتم بالحفاظ على البيئة وصحة الانسان لانها بتقلل الانبعاثات ان انت حاجة بتستخدم على أصر المشعة دي بتدخلها بتحولها لصناعها فطبعا هو قطع يعني جواب قاطع يعني فبالعكس هي صديقة للبيئة والصناعات الخضراء طبعا دي من الصناعات الخضراء التي تهتم بتقلل الانبعاثات صحيح وهو كمان سيدة رئيس سأل الدكتور حامد ميرا لما قال له محتاجين أي حاجة محتاجين أي مستلزمات أي أدوات للعمال اللي شغالين أو المهندسين أي أجراءات انتوا محتاجينها لو كده ممكن نوفرها على طول حفاظا على سلامتهم فطبعا كان اهتمام من الرئيس بحاجة زي دي الدكتور حامد قال لي احنا كمان موفرين حاجة زي دي كويس وحضرت كمان بتتكلم عن البعد البيئي ومرعات البعد البيئي ده مهم جدا حتى أن الكراكا اللي بتشتغل في هذا المشروع الكراكا تحيا مصر اللي جات مصر السنة اللي فاتت صديقة البيئة صديقة البيئة كربية ومفيش منها غير اتنين في العالم كلهم اللي موجودة في كنان وعايز أقول لك حاجة يعني هو طبعا زي ما قلت حاجة المشروع نفسه راعى التلت أبعاد بصراحة يعني أن أولي البعد الاجتماعي كمان المشروع ممكن يوفر لحد خمس تلاف فلس ستعامل في كافة التخصصات صحيح وده برضو يخلينا أن احنا نبدأ البحث العلمي عندنا أو نبدأ يحصل فيه خلق وظايف في تلك الصناعات الستراتيجية زي الصناعات الخضراء والذي جديدة على المجتمع يعني الصناعات الخضراء عملا هي جديدة على المجتمع في احنا نخلق وظايف في الصناعات الخضراء عظيم نشكر حضرك طبعا شكرا جزيلا شراف تنو دكتور أحمد سلطان الخبير المشارك بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا شكرا لحضرك وشكرا للمشاهدين